طبعاً في الكتاب فيه فصل مخصص اللي طبعاً بتقدم يعني عن تجاربك للمسافرين الجدد فيه نصائح كمان وبتقدمها لهم من خلال التجارب اللي انت مريت بيها ايه اهم النصائح دي؟ ده حقيقي اهم النصائح دي اول حاجة مثلاً لو انت ناوي تسافر حدد انت عايز تعمل ايه حدد اختار انت عايز تعمل ايه انت عايز تشوف تاريخ بس ولا عايز تشوف حضارة ولا عايز تشوف طبيعة وجبال خضرة ايه انت عايز تعمل ايه لان ايه او طبقاً لرغبتك في اللي انت عايز تتفرج عليه انت هتعرف تختار البلد صح فانت لما هتروح بلد هتتبسط بيها مش هتكون انت مثلاً بتدور على حاجة وتروح حاجة عكسها تماماً فتبق انت منزعج وحاسيت انك عملت تكاليف على الفاضي وانت بتحجز تذكر الطيران شوية تركات او يعني ايه تركس كده تعرف تعملها وانت بتحجز الطيران انك مثلاً تدور على المواقع بس تبعد عن ايام الويك انز مثلاً عشان الويك انز في الصفر بتبقى الطيران اسعار وغالية اختار مثلاً تسافر يوم ثلاث يوم اربع ده ممكن يقلل معك من التذكرة سافر من مطار بعيد مش لازم تسافر من مطار القاهرة ممكن تسافر من الغردقة من سهاج من شرم الشيخ هتوفر في التذكرة كتير وكتير جداً كمان الاقامة برضو مش لازم تعد في قتال ثلاث نجوم او اربع نجوم في حين انك ممكن تنزل في حصل او نزل شباب او نزل شباب بالعربي يعني يخليك توفر جداً في بند الاقامة وتستمتع لان كل بند انت بتوفره او كل فلوس انت هتوفرها في بند انت هتكسبها في بند تاني هتستمتع بالبلد اكتر وهتسافر اكتر كمان وهتسافر اكتر فعلاً صحيح طيب احنا عايزين نتكلم على فكرة انت ذكرت من شوية ان انت كنت سنجل فكنت بقى براحتك وبتامل انت عايز وكده احنا عايزين نتكلم على فكرة الصفر او الترحيل والواحد سنجل وحر وبعد كده ايه اللي بيتغير بقى بعد الجواز يعني هل بعد الجواز بقى بقيت تسافر مثلاً اقل شوية بقت الالتزامات اكتر بقى فيه لمياتس هو ده طبيعي يعني هي الحياة مراحل فاني في مرحلة قبل الجواز غير بعد الجواز يعني انا حتى في الكلمة التلخيصية للكتاب انا بقول ان انا هتكلم عن الجواز بس جواز الصفر مش جواز المأزول لان يعني ده لي ابعيده ده لي ابعيده بس هي الفكرة ان الجواز في حد ذاته هو مش قيد يعني لا هو مش قيد خالص هو حاجة انت هتبقى محتاجها وخطوة حلوة انك تعبالها في حياتك بس هو مش قيد لكن هو هيخلي فيه شيء او شكل لحياتك مختلف مختلف شوية الانطلاق اللي كنت فيه قبل الجواز وانا اعذب اكيد يعني كان معدل صفري اكتر ده انا مش هنكره يعني بس مش هنكر برضو ان لو شركة حياتك متفهمة لطبيعة شغفك لان الموضوع ده يعني ادمان كده او زي ما ادمنا الكبير يوسف ادريس بيقول نداها فانت نداهتك ان نداها بتاعت السفر والمطار والمغامرات والحاجات دي كلها فلو شركة حياتك متفهمة لده هتبقى بتساعدك عليه وبتشجعك وده الحمد لله حاصل يعني حتى في المرة ما كانتش الضبطة معانا ان احنا نسافر احنا الاتنين شجعتني جدا منها كترحلة ارمينيا سبتها وسفرت سبتها وسفرت او الله الله ترحيل الله السفر بقى والشغف طيب طبعا المتعرف عليه ان السفر دايما بيكون للاغنياء بس طبعا فيه طبعا متوسطة بتحب او اي طبعا طبعا بتحب ان هي تسافر وتكتشف بلاد جديدة او كده هم ممكن يعملوا ايه يعني يسافروا ازاي او نشجعهم ازاي ان هم فعلا يقدروا يسافروا كمان هو للأسف معروف ان السفر بشكل خاطئ كده ان هو ثقافة الاغنياء او ان هو حاجة متاحة للاغنياء فقط سلعة ترفيهية تكميلية مش لازم تبقى موجودة في حياتك بس هو صراحة صراحة لا مش كده خالص يعني انا من الطبقة المتوسطة وفي الاول في الاخر بشتغل شغل عادي انا موظف في الشركة في يعني لي اطار في الدخل بس هي الفكرة انت لو انت عندك الشغف والنية انت هتعرف تسافر مبدئين انت لو بتدخن لو بطلت تدخين بس اللي انت بتدفعه في التدخين سنة او سنة ونص ممكن يسافرك برضو الحاجات اللي انت هتعملها وانت عشان تعرف تسافر انت لو انت لو انت موافق على فكرة انك تمزل في حوستل ده هيفرق معك في التكلفة لو انت موافق على فكرة الحوستل بمعنى ان هو مش القتل اللي هو بيكون زي بيت ونضر بيت شباب وانت مستعد انك تقيم مع اوضا مثلا يعني اوضا دورم كده او بالعربي بيقوله مهجع فيه اكتر من شخص ممكن يبقى اربعة ستة تمانية وممكن تجمع بروك فعلا وتبقى اصحابه وطلعين ويتشيروا مع بعض في كل حاجة بتوفر ده جزء كتير جدا من التوفير بلس انك فعلا تعرف تختار وجهة السيحة لها سهلة ما تبقاش مرهقة لك ماليا التأشيرة ما تبقاش معقدة الامور دي بقت سهلة جدا دلوقتي وبقى سهل جدا انك تتابعها على الفيسبوك او تشوفها وتسرش عليها وكتير من الرحلة بقوا بيوصلوا خبراتهم للناس سواء من خلال الكتب او من خلال السوشيال ميديا اللي بقت بتعرف الناس كل حاجة دلوقتي بس هو اكيد اكيد السفر مش للاغنائة بس اكيد طبامية في الماء